اقتحام السفارة السعودية في طهران والقنصلية العامة في مشهد من قبل متظاهرين مدعومين من النظام الايراني والتصريحات التحريدية التي ادل بها المسؤولون الايرانيون في اعقاب قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ احكام قضائية بحق عدد من الارهابيين حدى بالمملكة للاعلان على لسان وزير خارجيتها عن قرارها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران الاعلان السعودي حظي باهتمام الباكستانيين على كافة اطيافهم ندين بشدة الاعتداءات الايرانية ضد البعثة السعودية في طهران ثمز الازمة السورية والازمة اليمنية وايران تحاول وتعمل جاهدة على خلق الفتن نحن في باكستان مساعدون وجاهزون للرد على ايران وغيرها من الدول التي تعمل على تأجيج طائفية وسنخرج في مظاهرات حاشدة لإخماد الابواق المارقة محللون يرون ان ايران لم تحترم اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية وادان الاعتداء البربري على الصفارة والقنصلية السعودية في طهران ومشهد معربين عن تضامنهم مع المملكة حكومة وشعبا رد الفعل الايراني على تنفيذ الاحكام القضائية باقتحامها السفارة السعودية في طهران يدل على العقلية السلبية لإيران كان يجب على ايران حماية السفارة بدلا من تسهيل دخول المتظاهرين الى المبنى واحراقه حقيقة نشعر بالاسى لدور الايراني وطريقة تعامله مع الاحداث واقل ما تقوم به المملكة هو قطوى العلاقات وترضي البعثة الايرانية تأتي هذه التطورات في وقت شنت فيه الاحزاب الدينية الباكستانية هجوما حادا على ايران لتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للمملكة والدول العربية متهمة النظام الايراني بالوقوف وراء عمليات الاعتداء واقتحام البعثات الدبلوماسية السعودية حالة من الاستياء الشعبي من حادثة الهجوم على الصفارة السعودية في طهران وتنديد بالدور الايراني المشبوه في المنطقة احمد شعت الاخبارية اسلام اباد